أكد قائد المقاومة الشعبية في جبهة الحشاء الشيخ عبد الجليل الحذيفي في لقاء حصري لقناة اليمن اليوم أن الميليشيات الحوثية قامت بالاعتداء على المديرية وتفجير المنازل وإرهاب المواطنين بهدف إخضاعهم لكهنوتها ما دفع المواطنين لمواجهتها والتصدي لعدوانها جاءوا إلى منطقة المحرم وتم إطلاق النار على سيارتي والبيت وفزعوا الأطفال دخل البيت وبعد هذا أنا كنكون في عمارة اتصلوا لي رجعوا أنا وقد يعني نبتحموا البيت ونهبوا جميع محتوى البيت تمام جميع المحتوى تمام وبعد هذا تم تفجير البيت وأوضح أن أبطال المقاومة الشعبية في الحشاء يواجهون الميليشيات الحوثية في قاع الأحدوف وفي خط التماس مع مديرية السبرة في محافظة إب وعدد من المناطق والآن نحن قائمين بمواقهة الحوثي في المنطقة في قاع الأحدوف وبقانب خط التماس بين الأحدوف ومديرية السبرة في زبيت في سورق في القانب هذا تمام وتم يعني مواقهة الميليشيات نحن وأبناء المديرية بشكل عام الشيخ الحوثي أكد أنهم واجهوا الميليشيات بأسلحتهم الشخصية وأجبروها على التراجع على الرغم من تعزيزاتها المتكررة تم المواجهة مع العصابة المارقة هذه تم المواجهة وتم يغلقوا لك إطلاق النار بين الطرفين وتراجعوا إلى الخلف إلى منطقة زبيت وبعد اليوم الثاني أقبلوا بحملة أكثر من 14 طقم ومدرعة معهم وتم المواجهة يعني نحن وهم وتم يعني أخذ الطقم عليهم تمام والطقم الثاني يعني مع أفراده أسرأ وتم يعني أخذ كلها كالمواجهة حتى يعني سار منهم القتلى والقرحة وهكذا وتقهقروا إلى الخلف رقعوا إلى منطقة زبيت السبرة وجدد الشيخ الحذي في مطالبة المقاومة الشعبية في مديرية الحشة بمحافظة الضالع الدعم والمساندة لاستكمال تطهير مناطقهم والبلاد بشكل عام من عبث الميليشيات الحفية نحن نطالب القيادة السياسية بدعمنا حتى نقوم بواقبنا مع ميليشيات الحذي الآن نحن نواجه من يوبنا الخاص للآن ما فيش أي دعم لنا ونحن الآن سنقوم بمواقهة الحوثي ومقاتلة الحوثي حتى نحرر كل شبر من أرض اليمن